انا اه شفت من النهاردة وشفتها قبل كده في واحد راجل جميل جدا كده بيروح اه في الحسين يفطر الناس الصبح ده من الزمان اه ببلاش ويقعد يا اه انت عايز يا حبيبي عايز فول حاضر يعمل سندوت شاد فول عايز يا حبيبي طعمية كاز عايز جبنة عايز طعيس مأيدة حلاوة عايز عسل وطحينة زي حطت قدامه ازانات ضخمة ممتلئة بخير ربنا سبحانه وتعالى ويدي للناس اللي بتطلبه ده عايز سندوتش ده عايز خمسة اللي بيتطلب بيتاخد ويطول الوقت اللي على لسانه يا ولي النعم يا ولي النعم وهكذا لربنا سبحانه وتعالى فاعود افكر في انه هذا المجتمع الجميل والرائع اللي مؤمن بمسألة اطعام الطعام واللي مؤمن بمسألة تكافل المجتمع مع بعضه ودعم المجتمع مع بعضه والراجل وهو بيعمل ده مولانا لبيسأل مين اسمه محمد ومين اسمه بطرس هو ملوش دعوة واحد بيقول لنا عايز افتر اتفضل والسلام عليكم ده اصله وتأصيله في الاسلام عامل ازاي لانه ساعاته لاقي ناس اخرى تقولك لا فلوس المسلمين ترح للمسلمين ولما تيجي تفطر تفطر المسلمين لما تيجي تعمل مئدة رحمن تديها للمسلمين ولما تيجي مش عارف تعمل اتفل اطحية تديها للمسلمين الناس بتقول الكلام ده انا مش مقتنع بيه بالكلية بس ارجع لمولانا يفتنى في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن السابقين الذين فقهوا الاسلام حق الفخ واسأل الله ان يوفق التابعين وادباع التابعين الى هذا الفهم ان ربي على ما يشاء قدير اولا احييك بشدة على اثارتك لهذا الموضوع المهم العلاقات الاجتماعية والتكافر الاجتماعي في الاسلام لا يخص ديانة ولا مذهبا ولا جنسية ولا طائفة من الناس الله سبحانه وتعالى قال في سورة الانسان ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وصرورا في التطبيق العملي اولا التكافر الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية المسلمون الاوائل في عصر وعهد النبي صلى الله عليه وسلم ووسط الحروب السجال ما بين قريش وما بين المدينة يثرب طبعا اقصد قريش التي كانت على الشركة انا زاك ابو سفيان ابن حرب ارسل رسالة الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسط هذه الحروب السجال قال يا ابا القاسم ان بني عمك يعني يقصد اهل مك يعني يأكلون الجيف واوراق الشجر من المجاعة التي المت بهم ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم هل قال لا احنا اموالنا نعطيها لأهل الصفة الفقراء في المسجد او للمسلمين فقط لا ارسل النبي صلى الله عليه وسلم اثني عشر الف درهم الى ابي سفيان ليشتري ميرة يعني اللي هي الاقواط الضرورية لأهل مكة الذين يحاربون الاسلام يا رأيك ينهر ابيض ده الرسول لاي 107 سورة الانبياء ربنا ارسله رحمة وما ارسلناك الا رحمة للعالمين بنذكر في فقه السابقين دعك من الفقه المتشنج المعاصر عند الجماعات والفرق والطرق والمذاهب والمتسلفة والمتشيعة والبتاع الاخوان والدواعش والعك واللك اللي احنا في ده ده انا بسميه واغش حضرتك سيدنا عمر بن عبد العزيز ومن التابعين طبعا وحفيد سيدنا عمر بن الخطاب طبعا لمن اتصدق بابدأ بالصدق او الاهداء قال للجيران كلام ده كان في دمشق الفيحاء في الشام قال يا امير المؤمنين ان اول جار لنا يهودي اول جار ايه يهودي قال ادفع اليه من لحم الاضاحي لان له حقان حق الجوار وحق انه من اهل الذمة طبعا انا بوضح اهل الذمة ده كان مصطلح قبل المواطنة اه وقبل الرقم القومي وقبل الجنسية وقبل جواز السفر فزي ما كانش موجود لا حدود ولا دستير ولا الدولة المدنية الحديث حضرتك هنا سيدنا عمر بن عبد العزيز نظر الى البعد الانساني ولذلك انا اقول اقول لبني وطننا لمصر ارجو تحقيق التكافل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية في سموها بان تهدو منها لمسيحية مصر ليه هذه الترجمة اللي احنا اخذناها عن نبيه الاسلام صلى الله عليه وسلم عن الرسول اللي استضاف نصارى نجران في المسجد واضافهم على بيت مال المسلمين وعلى هذا المنهج يأتي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ليقتص لمسيحي مصري ابن عمر بن العاص لطمه على شاطئ النيل في يوم شمته اللي هو شم النسيم العيد الوطن المصري القديم تمام واستضاف المسيحي إلى أن يأتي سيدنا عمر بن العاص رضي الله عنه في موسم الحج للمحاسبة المالية على باب مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم هذا المسيحي المصري المظلوم ضيافته كانت على بيت مال المسلمين إذن بنصل إلى نقطة حتى الفقه الشفعي الفقه الشفعي لما قلوا نكلموا عن صدقة الفطر قالوا إيه؟ قالوا يجوز أن تكون على المصارف الثمانية ويجوز أن تدفع لأهل الذمة يعني لو وجد مسيحي أو يهود موادع يحتاج إلى صدقة الفطر تدفع له أي تدفع له بدون أدنى غضادة ولا حساسية أنا أرجو المتشنجين اللي هم يعني أعوان للشيطان في الفتن الطائفية أن هم يقرأوا جيدا التشريع الإسلامي ما كتبه القرافي ما كتبه ابن حزم ما كتبه الشاطبي عن معاملة أهل الكتاب وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما كان يمشي في طرق المدينة ووجد شيخا يعني كبير السن من اليهود يمد يديه للناس فاقترب منه قال ما حملك على السؤال قال كبر السن ومكلف بالجزية ومكلف بكذا وكذا أسقط عنه الجزية ثم فرض له من بيت مال المسلمين ده سيدنا عمر بن الخطاب رفعت الجزية وفرض له مبلغ من البالي من بيت مال المسلمين هذه الأخلاق التي ساعدت وساهمت على اقتناع الناس بالإسلام دين رحمة لكن الآن عندنا منفرين